اليوم العملية الأمنية التي قادتها الوحدات المختصة بمعاذدة كل الفرق الأخرى من أمن وطني وحرص وطني والجيش الوطني تشكر وبطبيعة الحال اليوم بلادنا صحيح صارت غلطة في خروج الإرهابيين نظومة من المرنجية لكن صححت وأعطت مؤشرات كبرى على أن المؤسسة الأمنية فايقة وليس كل من يحملوا زي نظامي فقط وإنما فما إطارات أخرى بزي مدني خاصة رجال الاستعلمات ونتحدث على الإدارة العامة المصالح المختصة والاستعلمات الحرص الوطني كلهم يخدموا خردوا دخلوا للأحياء الشعبية ومفلتروا معتها في وسط العائلات اللي ممكن تحتظن الناس هذومة والحمد لله في الأخر فما نتيج هو الأستاذ معزل جبد على الموضوع متاع سيد رئيس الجمهورية عاتيونا سوراً عن طرقات التونسية كيف تم الترجمته إلى إعفاءات في صلب وزارة الداخلية وخاصة في الإدارة العامة الأمن الوطني في خصوص إدارة عامة المصالح المختصة والمدير المركزي للإستعلمات لكن إضافة إلى هذا الإيطاحة بالمجموعة هذية كانت زادة عمل استعلامي دقيق من مختلف اختصاصات وزارة الداخلية سواء كانت في مكافحة الإرهاب أو في أجهزة الاستعلامات والأبحاث والتفتيش اللي قدمت المعلومة في وقتها وفي حينها وكذلك البلاغات نطاع المواطنين حتى ولو كان ثم بلاغات ينسميه احنا ما نقولوش ديفوساليرت لكن ثم بلاغات أصحاح لكن ثم تخص الحق العام سيد حسام أعطينا تفاصيل العمالي الرأي العام يحب يسمع التفاصيل رأوا التفاصيل معناها تصنع شيء من البطولة والتوانسة في حاجة إلى هذا أعطينا جزء ما نشطل بينك مش تخرق قواعد التحقيق والتحقيق وسري التحقيق أما أعطيهم بعض المعلومات المعلومات اللي هي وين تشدوا مثلا كيف تم القبض عليه مالي الأسر بالنسبة للعملية كل من اللي تقلنا معناها منذ البداية الانتشار الأمني هام جدا في إرباك المجموعات الإرهابية وخاصة الفارة واللي تبين بالكاشف مرة أخرى اللي ما عندهمش حاضنة ولينا نحن أحمد الملك المكند الصومالي في حي تضامن كيفاش المواطنين عافضوا المجهود الأمني في إمساكوا وفي كيفاش تعد نوتراليزي إلى حين تم إيصالوا إلى الوحدة المعنية هام جدا الانتشار الميداني سواء كان على طرقات في الساة سيارة أو طرقات الوطنية طرقات معابدة غير مراقمة ووسط البلاد الفيجيلونس والحس الأمني المرتفعة وين تم القبض عليهم سيد العديد؟ تم القبض عليهم في جبل بوغرنين بعد ما صار عملية التطويق لجبل وصارت عملية التمشيط لجبل وبتبقى الحال تمت الإيطاحة بهم في أحد الأماكن في جبل بوغرنين وتم حملهم سواء كان محجوز موجود أو لا صراحة ما عنديش المعطة باعتبار هي العملية صارت اليوم الصباح دون تمت إيحالتهم على ذمة الوحدة المتعاهدة بالبحث ما أبدأوش مقاومة سيد العميد؟ ما عنديش حتى تفاصيل على الوضعية أنا الهاجة سمتاعي كونها العبادة ذية يجب أن ترجع بعد ذلك بعض التفاصيل الأخرى اللي النجم قلوها ثم مقاومة ما ثم مش مقاومة شنية قالوا وشنية ما تقالوش ما يمكن أن يذيع ويقال بالتنسيق مع نيابة العمية في القطب القضائي لمكافحة الريب النجم نوروا به الرأي العام النجم نزيدك سؤال آخر كان يصبح سي محمد كان يصبح لدي الرأي العام أسئلة تتعلق بالغموض الذي واكب هذه العملية الغموضوين أن هذه العملية نفذتها المجموعة الإرهابية باقتدار وبدقة في التنفيذ وبتحايل كبير جدا يعني العملية كانت مشهدية وصدمت الرأي العام وأبدو الذكاء نادر جدا لكن في المقابل عملية القبض على الصومالي أو حتى على هذه المجموعة وعملية السطو بعد يوم واحد من هروبه من السجن على بنك هذا كله يثير أسئلة حول هذه الحماقة يعني بقدر ما كان ذكيا في الفرار من السجن بقدر ما كان غبيا في عملية الاستثمار هذا الفرار بالنسبة لجماعة الإرهابية السؤال اللي رأوا فيه نحنا لدى الرأي العام اللي ربما ما قالوا لكش بوزيزة أمانا باش نقولولك بكل صراحة كثير من الناس أصبحوا يتساءلون وقولولك لما ذا خاصة جزء جزء من طيف سياسي شعنا فيه شكون الآن الحملات الإعلامية التي تدار في الفيسبوك على أساس أن هذه ربما تكون مسرحية أن هذا العمل غامض أن هذا العمل يثير الشكوك نريد من السيد الناتق الرسمي الآن باسم الحرس الوطني أن يفسر يبر ويفسر هذه العملية الرأي العام هو رأوا بالنسبة للنجم جاوب هو رأوا بالنسبة للغموض اللي صاير توا واللي فيه العديد من التكتمات في خصوص عملية التقديم العديد من التفاصيل تحرجونا باعتبار اللي كونها حاجات مرتبطة بالتحقيق ومرتبطة بالباحث المني لكن بالنسبة للعملية ككل الناس كلنا حتى بينا أحنا كأمنيين معناها قعدنا نشوفه ونلاحظه في الشيء اللي عند المواطن وإلي يحس اللي القدرة الكبيرة والعجيبة في عملية الفرار ثم أو الفرار أو التهريب هنين نقولوا ديما بين معاقفين إلى حين انتهاء الأبحاث ثم عملية الغياب لفترة معينة ثم عملية السطو على البنك اللي بعد ديك تبين اللي كونها نتيجة الاختبارات تبين اللي هما مجموعة الإرهابية الفرارة من السجن ثم عملية الإطاحة بأحمد الملك المكنة الصومالي بنفس الزي متاعه المدني كيفاش هذي القدرة النورمال ما أول حاجة يتخلص من زي متاعه دونك هذي كله أثرت العديد من التساؤلات وآثرت فينا العديد من التساؤلات لكنها تحرج قليلا باعتبارها تخص سرية الأبحاث وتقدمها في يمكن نجمه استاذ معز في وقت لاحق نجمه نعطيه أكثر دقة وأكثر تفاصيل وليما لا تكون حتى صور وتكون حتى إخراج من كيف خرج من السجن إلى كيف تم إلى حين الإطاحة به وأحنا توحلين عندنا بعض الفيديوهات الخاصة بالعملية لكن هذي تقعد في طي إلى حين استكمال جميع الأبحاث وحين يسمحوا لنا بيكونوا بيش نتمني دعمتها أنا أكد لك أني بيش تكون عملية إخراج رائعة للمستوى وكيف تفسر الغياب الأعلامي لوزارة الداخلية طيلة أسبوع سي محمد هو تكوننا نحكيه في الكواليس على هذا وقلت لك راو سأحرجك ببعض الأسئلة كيف تفسر صمت وزارة الداخلية طيلة أسبوع كامل هو راو تعرف بالنسبة للوضع حساس ودقيق جدا والعملية ليست بسهلة وكما قلت لك اللطخة اللي عبرت عليها بين معاقفين راي فايقتنا وخليت الوحدات راي في وقتها معناها صحيح؟ عليش أنا طعم قولك عليش احنا الوزن الثقيل متاع المجموعة هذية وشنين اللي عاملوه رفهم مشكون عائد من بؤر التوتر ونزاع المسلح وقام بالعديد من الإبادات عبيد نفذت العديد من العمليات الإرهابية وستهدفة واستشهد شهيد محمد البراهني دونك هالمجموعة العمل الفني والعمل الميداني والعملياتي اللي صار بتنسيق بين مختلف أسلق وزارة الداخلية سواء كان الحرس الوطني أو الأمن الوطني وبطبيعة الحال ومعافظة المجهود كان من الجيش الوطني الإطاحة بهم ثم تسمع اللي هو ما معناها فروا أو تم تهريبهم هذية اللي توجع وهذية اللي تهز في أنفسنا وتخلينا عدنا غصة في قلوبنا دونك التحدي الكبير هو إرجحهم إلى ما كانهم الأصلي اللي هو السجون التونسية ثم البحث من بعدين كتو يجيب لكن أنا أؤكد اللي كونه بش تكون عملية إخراج من تاع العملية اللي صارت ككل من بداية الهروب إلى حين القبض عليهم بطريقة حرفية جدا إن شاء الله بعد ما تكمل جميعها بطبيعة الحال السيد النتق الرسمي باسم الحرس الوطني عنده جانب كبير منه التحفظ وأنا بش نخرق التحفظ التعليمات كانت بأن يتم القبض على هؤلاء الإرهابيين أحياء نعم أحياء لأنه ينتظر أن تكون هناك تحقيقات تفسر كيف خرجوا من المرنجية ومن ساعدهم على ذلك وساعة الحساب قريبة اليوم بش نوجه لك اللي كنت سؤال فني أحياناً عمليات معقدة مثل التعاقد العملية انتعى الغروب أنه وقت لي تعطي معطيات وتعطي تحيينات للإعلام ربما تتمس من جانب السري انتعى العملية وانت كنت رجل ميدان ودوابني على سؤال هذين بطبيعة الحال هي عملية معقدة للهروب منتعى المجموعة هذه يعني من شاركة من توسطة العملية الأطراف الخارجية من تكون هذا كل ما زال في طيكة من عند البحث اللي هو بش يعطينا التفاصيل والدقائق متع الأمور يعني من نجموش احنا نستبقوا توا فهمتني البحث المناب فهمتني مش نتكهنوا أما كحقائق تبدأ عند الجهة البحثة اللي مش يبحث هو اللي مش يعرف يعطيك أدق التفاصيل يعني احنا تحدثنا في الحال صليفات سي محمد فهمتني وان العملية هذه واحد من زملاء قارة فشل قلوا لها مش فشل هذه معناها عملية منسقة من أطراف داخل الوحدة السجنية ومن خارج الوحدة السجنية لكن الحمد لله هو انه كيف خرجت المجموعة هذه كما قال السيد العميد ما عندهاش حاضنة لبرة خطر المشكلة لو انها فزعوا الخلايا النايمة لو انهم وفروا هم السلع سمحني أنا بس نقلب لك السؤال لم تكن لهم حاضنة نعم تراسي انه السبب هو الانتشار الأمني اللي كان في كل مكان وحتى اللي كانت تسوله نفسه بشعاون الإرهابيين خاف يقول لك يا أخويا هاو في الحومة هاي كارباجاتة هاو يرقبوا فيها هاو كذا تراسي انت الحزم الأمني اللي صار في الفترة اللي فاتت هو ليساهم باش يكون السومالي فالحالة هذيكة والإرباك هذيكة وحتى الإرهابيين في حد ذاتهم لما وصلوا بوغرنين تطويق انت على الجبل على امتداد فترة كاملة ومشتوه ميترو ميترو باش حسروهم في تركينة وانتظروا لحظة الصفر باش هجموهم وشدوهم أحياء أنها شوف المواطنين بصفة عامة حصل لهم استياء من العملية وشك في الوحدة السجنية اللي فرت منها الأطراف هذه كمواطنين شكوا حتى في قدرات الأمن الوطني مختلف تشكيلة فما من شككوا فما من استغلوا الفرار تع سجن المرنجية باش يبثوا الفزاعة متاع مؤسسة فاشلة وقيادات فاشلة ودولة من ورق هذا اللي صار وهذا الحديث اللي يتردد على أفواه معناها جل المواطنين المجموعة هذي الحمد لله اللي ما عندهاش حاضنة لبرة وما أبدش مقاومة والبلاها كله هو الباهي أنه أنا كشخص ولا كجزء من شعبنا أنه فرحة كيف اظهر في عملية سطو على البنك لأن هذهك كشفت وأنهم مازالوا موجودين هنا في تونس كبرى هذه ناحية الناحية الثانية أنه حس الحس المواطني عند أهل حي التضامن ووقت القاء القبض على السومالي يعني الناس كلها تشجعت الناس كلها كانت مقدامة في القاء القبض على على واحد من الفرين واضحة رجعوا لي شوية صورة تاعة طرقات التونسية وبرافو لأعوان المرور على كامل تراب الجمهورية لأنه بالحق في الفترة لكل الوحدات الأمنية منتشرة وتحاول تتعاقب الإرهابيين الفارين كانت فما رجال تفتش سيارة سيارة وفما حزم ووكل العملية المعاقدة الكل معتها عدوها ساعة ساعة وبصراحة برافو معتها وقت لتلقى الرجال بتلك الوطنية هو لا نريده جزاء ولا شكورا هذا هو واجب متاعنا وذيتون السوتون سعطاتنا برشا مش احنا بش نبخلوا عليها في جانب هذا ونعاود نزيد نقول اللي كونه ما حز في أنفسنا العمل الميداني العمل الاستعلاماتي العمل العملياتي اللي تمت بش يتم الإيطاحة بالخمسة الإرهابيين الفارين ثم عملية الخروج أو عملية التهريب اللي سيثبته الباحث نزيد نعاودها هي اللي حزت في أنفسنا لكن الانتشار الأمني سواء كان على الحدود الانتشار على طرقات المرور التعزيزات من طرف الجيش الوطني اللي كانت موجودة المروحيات اللي كانت من الحرس الوطني أو كذلك من الجيش الوطني واللي كانت فيها مختلف الاختصاصات وكانت تقوم بعملية التنشيط وصارت حتى انزلات في مدينة بومهل وصارت عملية التنشيط هذا كان الوعز متاعه كونه إرجاع المجموعة هذه إلى مكانها الأصلي اللي هو يعتبر انتصار التونس وانتصار للمواطن وانتصار خاصة لانخراط المواطن في معظة مجهود الدولة معظة مجهود المؤسسة الأمنية في إلقاء القبض على الفرين هذا نحن نوجه سؤال السيد العميد هو تول عملية هذه السيد العميد اتعدت على الناس كل عنا وحدات تع إرشاد عنا وحدات تع استعلام كسوا على مستوى الأمن الوطني على مستوى الحراص الوطني على مستوى إدارة العمل إدارة العمل للسجون والأسلاح وين كانت؟ كنت في سوبات شبه سوبات ولو السوبات كانت في شبه سوبات يعني ما كان للعملية هذي أن تم بالطريقة هذي وبالدقة هذي فهمتني وبالله أستقيقة مركز سيعم سام أنا نحاب نعجلك اللي كنتي سؤال نحابك تجاوبني عليه ربما وقت اللي كنت أنت مباشر ثم ما نستغل على الوحدات السجنية الداخل ووصل أو تحصى على معطيات ومعلومات موجود التي أعطت المعلومات لجهة أمنية ووقعت تنكيل بها وإحالتي على مجلس التأديب وهي ضابطة في السجون والطهمة هي تسريب معلومات أمنية خطيرة لجهات أمنية إذا كان أنت عندك عباد بهذه العقلية كيف ستشتغل على مساجين في سجن المرنقية الداخل جاوبني أنت على السؤال ومن بعد نعطيه هو يجيوك لا هو صحيح روهو معناها القيادات اللي كانت في الفترة هذيك واللي عاقبة الزميلة هذيك فهمتني ما يساعد هاش باش تخرج معناها العمليات المشبوهة من داخل السجن ما زالوا التوق ما زالوا ما يساعدهمش خطرة هذيك أفضيحة ليمهم هي إنسانة مقدامة شجاعة تكلمت أعطاعت حقائق حقائق ما تساعدهمش تم ناس ما تساعدهاش الحقيقة أحرك يصدع بالحقيقة الواحد يعاقبوه حسبوه كيفيش باش تشتغل على السجن المرنقية الداخل يا أخي وحدات العاملة في المجال الاستعلامي كيفيش باش يدخل الداخل يدخل يوقع استقطاب العواني متاعنا اخي قبل كيفيش كنا نخدمه قبل قبل من داخل السجن تأخذ المعلومة ويا ما قضايا طلعت ونجحت ويا ما فهمتني أخبار معناها هامة خرجت على عمليات كانت مش توقع البرة ولا وقعت البرة من السجن من مساجين ومن أعوان سجون تويني 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 شكون لي نشت هالمجموعات هذي إحنا بسم ثم التأطير التأطير متاع شكون متاع الضباط اللي عاملين غادي متاع القيادات متاع تحسيسهم كانوا يعملونا قبل حصص سيد العامل كانوا يعملونا حس تنشيط قبل ما نبدو العمل كل صباح يعملنا حس تنشيط يعني حسك المسؤول هاو شنا عملو هاو شنا عملو توجيهات وين يتوقع هاو شنا عملو تنشيط هاو شنا عملو تنشيط هاو شنا نقوله اللي الخطأ صار الخطأ صار بتقصير أو بتهاون هذي ما سيتم إثباته فيما بعد لكن نعطيك فكرة اللي المؤسسة السجنية تزخر بالإطارات الكفأة بمختلف الإختصاصات سواء كان المدنية أو الحاملة زي العسكري الداخل الأسوار السجنية الداخل الأسوار السجنية هو ينظوي تحت الانظار الهيئة العمل للسجون والأصلاح بخطواتها الاستعلاماتية والاستخباراتية حتى كذلك في البحث وكذلك في منظومات التدخل ومنظومات العملياتي خارج الأسوار السجنية هو تتحمل مسؤولية وزارة الداخلية ذاك عايش قلت لك أنا التحدي الأول هو إرجاع المساجين لكن في يوم من الأيام وصارت تقاليد بين المؤسسة السجنية والأمنية في خصوص لقدر الله بشي يصير استعصاء داخل السجون وتصير ثم شغب أو بشي تصير حتى محاولة أو محاولة لتهريب بعض السجناء الخطيرين سواء تعلقوا فيهم قضايا حق عام أو قضايا ذات سبغة إرهابية في كيفية التدخل وكنت على رأس فوج التدخل المركزي للحرس الوطني بالعوينة وشاركت في هذه التظاهرات وفي هذه العمليات البيضاء بالنسبة التحدي متاعنا أحنا كوحدة الأمنية اللي هي إرجاع المساجين إلى مكانهم وهذا طوى اللي تم صار في فترة زمنية قصيرة صار في فترة زمنية طويلة لكن النتيجة والخواتيم وصلنا لها والنتيجة حتمية اللي طوى قدما الرأي العام ومزايل الرأي العام أكيد كونه بيش يستنى في كيفية الفرار وكيفية بعض التفاصيل اللي تخص المؤسسة السجنية من الداخل هذا ما سيثبته الباحث وبطبيعة الحال من أنظر القضاء تشوفوا في الصور اللي وراية بطبيعة الحال هي للوحدات المتدربة اللي تكافح في الإرهاب واليوم نحكيه على أنه تهي سبيسيال متاع الحرص الوطني أو الجيش الوطني أو الباط متاع الأمن الوطني اللي شاركت في العملية القبض على الإرهابيين في جبال بوغرنين المواطن التونسي ما يعرفش برشا على هذه الوحدات يسمع بمعلقات الشرف ويسمع بالجوائز الدولية لكن ما يعرفش بالضبط شو يخدموا وشو يعملوا خاصة بعد تسرب أخبار وأنباء على إنزال جوي قامت به الوحدة الخاصة نتاع الحرص الوطني في جبال بوغرنين مثل الجيش الوطني للقبض على الإرهابيين الوحدة المختصة الحرص الوطني سيمو حمد 365 عملية 100 من إرهابي تم القضاء عليهم هذوما بالاسم بدون احتساب عملية بن جردين الوحدة المختصة الحرص الوطني قاعدة تواع بيد موجودة تقصت ساقيها وخرجت عودة خرجت الميدين وقامت بالقضاء على إرهابيين عدنا شكون موجودة عنش بكارتوشة في بدنه إلى يومنا هذا وقام بإحدى العمليات لإلقاء القبض على الإرهابيين هذوما أحياء شنية المرال متاعه وهو يسمع بالسيد اللي قام بالقال قبض عليه فر من السجون التونسية أو تم تهريبه هنا بطبيعة الحال المعنويات والعقيدة الأمنية اللي هي راه تلقاها عند الوحدات الأمنية كما قلت لك راه يتيح ويقف وهز البندق قيمتاعه ويعاود يضرب فتحية للوحدات الأمنية والعسكرية اللي فرح التونس اليوم فجرا وقامت بإلقاء القبض عن مجموعة هذه وترجحها إلى مكانها ثم الباقي يأتي وتونس مع بي في القريب العاجل إن شاء الله واضح معز وراك السور وراك حاجة تثلج الصدر وقت لتراه معتها نخبة النخبة حرص وطني أمن وطني اليوم يستعيدوا كرامة هذا الوطن المسلوبة لحاولوا يتلعبوا بها من خلال خليني نقول وعلى مسؤولتي اختراق سجن المرنقية وتهريب أخطر الإرهابيين لقتلوا أولادنا ولنكلوا بشعبنا شوف مثل هذه الحوادث التي تقع وإن كان في بداياتها انتكاسة لكن رأي توحد الرأي العام لاحظ أنت وقلناها في الحصة السابقة أن الرأي العام الرأي العام جميع الرأي العام أظهر أنه لا يتواصل ولا يقبل الفكر الجهادي المتطرف السلفي واخذاء موقف في حي التضامن حين تكاتفها مع الأمنيين لشل حركة الملكة هذا يبين لك أن الشعب التونس يراه يكن كل التقدير لأجهزة القوة في الدولة ماكتعرف أجهزة القوة في الدولة هي التي تحتكر العنف هي التي تحتكر أجهزة الإكراه شو نطلبه نحن هنا السؤال اللي نهتم بيكفر الجميع يثمن ولا يشكك في وجود كفاءات حقيقية في وزارة داخلية نريد من هذه الوزارة أن تستثمر كفاءاتها الحقيقية اليوم في هذا الانتصار في الصباح حين منحت الفرصة لقيادات ميدانية تتمتع بالكفاءة والاقتدار حين منحت لها الفرصة كي تتحرك أثبتت جدارتها ايش نقولوا نحن نحن نقرأه من الناحية نحب نقرأه بعقل نية وموضوعية بعيد عن التمجيد اللي عملوه اليوم بارك الله فيهم هذا وجبهم وأظهروا فيه تميز نقولوا لك لماذا لكن نحن يجب أن ننقذ كذلك وأن نقرأ المسألة سياسيا ما لاحظناه أن السيد الرئيس الجمهورية منذ اللحظة الأولى بعد يوم ألقى خطاب والخطابة ذاية يرسل رسائل طمأنة إلى الشعب التونسي أو من سيستثمر هذه العمليات من المخابرات الأجنبية لكن لاحظنا أن السيد الرئيس الحكومة غير موجود ما احترمنا لشخصية المفضل هو رئيس الحكومة هو تشمله وزارة الداخلية لا يجب أن يكون بعيد عن المشهد هذا في باب الباب الثاني كان بيوضنا أن السيد وزير الداخلية أن يتكلم وهو يمتلك ناصية الخطاب عنده حضور رقحي جيد لماذا لم يستغله هذا أسألة روية رحفاء الرأي العام محمد ثلاثة خليني محمد اكمل مساجي فكرة ثلاثة حين وجهت أنا نقد وانت بيديك خطبتني فيه نقد إلى الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية اللي لاحظنا في حرب غزة أنه يوميا الناتق الرسمي باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية عنده عدد من الناتقين مش ناطق واحد ناطق بالعبرية ناطق بالعربية وهو يتكلمون في كل الفضاءات بتاع الانترنت في نفس الوقت كانت حرب دعائية في مواجهة حركة حماس وفي مواجهة المناثم أبو عبيدة في هذه الحرب يقدم لك في معطيات دون أن أنه يقدم لك أسرار العملية كان بيودنا أنا لاحظت أنه إدارة الحرص الوطني في شخص حسامش بابلي قد متبلاغ منذ اليوم الأول قالت راه رصدنا اثنين من هؤلاء الإرهابيين ثبت لدينا أنهما شارك في عملية سطو على بنك ثم صمتت الوزارة اللي يقول النقد هذا ليس استهدامه لا يجب للوزارة أن تعيد هيكلة الجهاز الإعلامي لأنه جهاز دعائي يبعث الطمأنة للناس نجم أن طمأن الناس وأتكلم كي أبث فيهم وأرفع عن المعنى حتى وزارة العدل لمحمد كان بإمكانها أن تكلف أحد القضاءات بأن يعلق على هذه العملية لأنه الصمت المطبق أدخل الشك لدى الناس وهذاك علاشه هذا النقد راهو نقد بناء ويتوجه حتى إليكم لأنك إتي مشارك في الجهاز الإعلامي وأنا وكبت اليوم تدخلاتك الجيدة في وسائل الإعلام مع ملاحظاتنا حول بإمكانية أن يكون هذا الجهاز أفضل مما كان عليك سيحوسيم الجبيب اللي نتغرسم باسم الحرس الوطني اليوم نحن كبرنامج شكرا على الحضور برافو لكل الوحدات الأمنية برافو لرجال تونس اللي وقفوا وما قمتم به يشرفنا ويشرف الناس اللي تتفرج لكلها معنا تونس بأمنها بشعبها جسما واحد لا ينقسم تفاعل صغير بركة معاها الأستاذ معز في خصوص التواصل الإعلامي بتاع وزارة الداخلية اللي هو صراحة تم تكليفي وتفويذي من السيد وزير الداخلية بش نخرج وبش نتكلم من أول وهلة صارت عملية هروب وفرار المساجين العملية صارت وكانت صدفة العملية الدوب وكان بلاغ دوب ما صارت العملية التبليغ من طرف وزارة العدل والتفاعل مع وزارة الداخلية صار تفاعل وفشت بلاغا أهبطت البلاغ ثم أعطيت إلي التعليمات مباشرة من طرف السيد وزارة الداخلية للخروج والحديث في وسيلة إعلام العمومية قصد طمأنة الشعب التونسي ووقوف الواحدات الأمنية والعسكرية بجانب المواطنين لإستتباب الأمن وهنا نعرف ونحن رأي قيمة المعلومة كيف تخرج صحيح بقى ثم بعض الفراغ في خصوص التواصل الإعلامي للرأي العام لكن هذا فيه العديد من اللبس خاصة اللي كونه حساسية الموضوع وحساسية المجموعة تتطلب العديد من السرية باعتبار ثم ترابط بين ما هو تحدي الوزارة الداخلية في إرجاع المساجين والبحث اللي هو في موجود داخل السجون التونسية السجن المدني بالمرنقية وكيف تمت عملية الفرار أو عملية التهريب